موسيقى الامام المتحدة تخشى ان يتجاوز عدد القتلى بسبب الاوبئة في غزة عدد من سقطوا بسبب الحرب موسيقى الحكومة الامنية الاسرائيلية تقر زيادة طفيفة في دخول الوقود الى غزة لمنع انهيار انساني وتفشي الامراض موسيقى وزير الخارجية الاسرائيلي هاجم الامين العام للامم المتحدة ويقول ان ولايته خطر على السلام العالمية موسيقى موسيقى مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام عبر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا كاظم ابو خلف عن خشية الوكالة من ان يتجاوز عدد القتلى في قطاع غزة بسبب تفشي الاوبئة عدد من سقطوا نتيجة القصف الاسرائيلي محذرا من ان اكتضاض الملاجئ التابعة للوكالة بالنازحين يشكل خطرا كبيرا واوضح ان مرافق الاونروا تستضيف حاليا عددا من النازحين يصلوا الى ما بين 4 الى 10 امثال طاقتها للسيعبية وذلك بسبب نزوح مئات الالاف من الاشخاص في القطاع اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان الفلسطينيين وقوات اسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طول كرم وذلك بعد اقتحام الاخيرة المخيم الواقع شمال غربي الضفة الغربية صف صف بابي مستشفى يا شباب نقلت وسائل اعلام فلسطيني عن كتائب الاقصى ان عناصرها اصابت جنديين اسرائيليين خلال اشتباكات في مخيم نور شمس بطول كرم بالضفة الغربية واضفت الكتائب ان عناصرها تمكنت من اصابة الجنديين الاسرائيليين في حارة المطار داخل المخيم فيما تتواصل المواجهات ضد القوات الاسرائيلية في انحاء المدينة افادت وسائل اعلام فلسطينية بسقوط قتلى وجرح نتيجة قصف اسرائيلي استهدف منازل بخانيونس جنوب القطاع هذا وكثفت اسرائيل من غاراته على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الماضية ووفقا لمراسل الحدث فقد تركزت الغارات في مخيمي المغازي وجباليا ودير البلح ما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحة قتلى خمسة واربعون فلسطينيا بقصف استهدف ثلاثة منازل في قطاع غزة ووفقا لوسائل اعلام فلسطينية فان سبعة عشر شخصا من النازحين قتلوا واصيب اخرون بقصف استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع واضفت وسائل الاعلام الفلسطينية ان القصف الاسرائيلي تسبب ايضا بمقتل احد عشر شخصا كانوا في احد المنازل بحي الصبرى بمدينة غزة اما في جنوب القطاع فافدت وسائل اعلام الفلسطينية بمقتل سبعة عشر شخصا في مخيم الشابورة برفح بعد غارة اسرائيلية استهدفت منزلهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامي نتنياه موافقة اللجنة الوزارية لشؤون الامن القومي على توصية مجلس الوزراء بالسماح باضافة الحد الادنى من الوقود اللازم لمنع الانهيار الانساني وتفشي الاوبئة في جنوب القطاع كما سيتم تحديد النطاق الادنى من وقت لاخر من قبل مجلس الحرب وفقا للحالة الصحية والوضع الانساني في غزة اكد النطاق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة ان شمال القطاع اصبح بلا اي غطاء صحي محذرا من تكرار هذا السيناريو في الجنوب وقال ايضا ان الاستهداف الاسرائيلي لمستشفى كمال عدوان واجبار التواقم الطبية على الخروج تحت تهديد السلاح ادى الى خروجه عن الخدمة محذرا من ان مستشفى المعمداني فقد قدرته على استيعاب الاعداد الكبيرة من الجرحة مضيفا ان الفرق الطبية تعمل على تشغيل جزء من مجمع الشفاء الطبي لاستقبال الجرحة وسط صعوبات كبيرة تحتاج الى دعم وحماية من المؤسسات والمنظمات الدولية اذا ما اجتمعت الحرب والفقر في خيمة واحدة فستكون هذه هي الوليمة اخرجت ام فراس رغيف خبز جاف بللته بشيء من الماء وباشرت باعداد طبق خاص تسد فيه رمق اطفالها الجيع لازم نأخي لا يا ماما اشترك بشيء من الجوع ولاده بموته من الجوع غير هيك الضغط النفسي بموته خوف وبموته جوع فبنتطل ان نطعمه خبز خربان ناجف مش ردين مش متقبلين الحياة الصغار زي ما كانوا عايشين قبل فالحين لازم احنا نتقبل كل اشي لقد هربوا من الموت في شمال غزة الى الجوع والبرد في جنوبها الاف العائلات الفلسطينية في مخيمات النزوح في رفح تواجه ما لا طاقة لبشر عليه القصف والخوف والجوع والبرد والمرض والمستقبل المجهول مستقبلا يدركه الكبار ويتجاهله الصغار وهم يلهون بلعبة قدمها لهم مانح اليوم قدرت ادبر خبزين نشفات وخربانات اليوم مش قادر ادبر ونصار مش متقبلينه غصبا عنهم الجوع كتله قد تنتهي الحرب يوما لكن لن ينس هؤلاء الاطفال ان وجبتهم الرئيسية يوما ما كانت خبزا وماء عبدالحفيظ جعوان الحدث قال الرئيس الوزراء الاسرائيلية بن يمين نتنياهو ان الجيش الاسرائيلي يطوق منزل القيادي البارز في حماس يحيى السنوار قلت الليلة الماضية ان قواتنا يمكنها الوصول الى اي مكان في قطاع غزة والان يحاصرون منزل يحيى السنوار لذا فان منزله ليس حصنا ويمكنه الهروب لكنها مسألة وقت فقط قبل ان نقبض عليه هذا وقال النطق باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاجاري ان القوات الاسرائيلية تحاصر منزل قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مؤكدا انه موجود تحت الارض هاجاري اشار الان مهمة الجيش تتمثل في الوصول الى السنوار وقتله بيت السنوار في منطقة خان يونس ويوجد هناك بناء ارهابية وقيادات لحماس السنوار غير موجود فوق الارض وهو موجود تحت الارض ولا يمكننا التحدث عن هذه الامور في وسائل الاعلام مهمتنا الوصول الى السنوار وقتله ويجب ان نقوم بذلك بسرعة لكن في نهاية الامر انها مهمة الاستخبارات في الحصول على معلومات عنه لقتله قال الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية ايلون ليفي ان الجيش قتل منذ بداية عملياته العسكرية في غزة ما لا يقل عن نصف قادة حماس واضاف ان الجيش الاسرائيلي يواصل التقدم داخل القطاع بدعم جوي كبير مشيرا الى ان هذه الحملة خفضت القدرات العسكرية لحماس بشكل كبير على حد قوله من جنين ينضم الينا الدكتور ايمن يوسف وستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الامريكية دكتور ايمن مرحبا بك دائما معنا على شاشة الحدث عباس خلال لقائه مستشار كمالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي اكد على ضرورة التمسك بغزة وعودة السلطة اليها الى اي مدى يمكن لتصريحات عباس ان تأخذ على محمل الجد امريكيا ودوليا نعم صباح الخير لك والسادة المشاهدين والمشاهدات يعني انا برأيي هذه التصريحات الفلسطينية التي تتكرر كل فينة واخرى والكل يدرك طبعا في الحالة الفلسطينية وفي رام الله وفي كل مكان يعني العائق الكبير امام هذا المشروع الفلسطيني يعني هو سياسات الاحتلال وسياسات الاحتلال تدعمها الولايات المتحدة الامريكية ويبدو ان الادارة الامريكية تحديدا الادارة الحالية بزعامة بايدن قد اضعفت فعلا الجهود الفلسطينية بالسيطرة على الارض من خلال دعمها المتواصل لاسرائيل الادارة الامريكية قامت بادارة الصراع منذ بدايتها قبل حوالي تقريبا ثلاث سنوات ولم تكن بفرض فعلا يعني اجراءات قاسية اجراءات يعني عقوبية على اسرائيل فيما يتعلق بالاستيطان اتوقع انه اللحظة الحالية هي لحظة حاسمة اسرائيل تقوم بيعني قصف قطاع غزة وتدمير الحياة فيه في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع الاستيطان وتعطي مساحة كبيرة للمستوطنين لاستباحة يعني الارض لذلك يعني جاءت تصريحات الرئيس عباس في يعني صياك هذا الوضع يعني طبعا المتدهور طبعا مستشار نائبة الرئيس الامريكي بعرفش كديش بيحمل طبعا يعني مسؤوليات وصلاحيات وموقعه في الإضاءة الامريكية لكن يعني هذه التصريحات الفلسطينية المتكررة التي عادة يعني يتم اسماحة لكل المسؤولين الامريكيين وهناك تمسك أمريكي دكتور وغربي بالسلطة في غزة لكن نتنياهو يرفض الحكومة الإسرائيلية ترفض عودة السلطة إلى هناك وأيضا هناك يعني على ما يبدو نقاط خلافية من حيث إنشاء منطقة عازلة واشنطن ترفض إسرائيل على ما يبدو مستمرة موضوع التهجير القصري أيضا كيف نقرأ هذه المواقف أو الخلافات إن صح التعبير؟ نعم يعني بتعرف الكل يدرك أن هناك مقاربتين نوعا ما مختلفتين لمشروع الدولة الفلسطينية المقاربة الأمريكية التي فعلا ما زالت تتمسك بالسلطة الوطنية الفلسطينية لكن في هناك إضافات مع أهمية تجديدها أو إصلاحها وهي نفس العبارات التي قيلت عندما كان الرئيس الراحل أبو عمار موجود وتم إدقال منصب رئيس الوزراء حاليا غير واضح تماما ماذا يعني تجديد السلطة الفلسطينية وماذا يعني صلاحياتها خاصة يعني أن السلطة في رام الله يعني ما زالت يعني صلاحياتها مقيدة كثيرا حتى في الضفئة الغربية الإشكالية الكبرى في المواقف الأمريكي أنه يعني فيه تناقضات واضحة ما بين دعم الفلسطينيين يعني سياسيا وديبلوماسيا وإعلاميا وبين علاقته البنيوي الوثيقة مع الاحتلال ما زالت الرؤى الأمريكية يعني تتمسك تقريبا بأغلب المواقف الإسرائيلية فيما يتعلق يعني بإدارة المعركة في غزي بما يتعلق بإدارة الملف يعني الفلسطيني لكن التصريحات الأمريكية طبعا على الناحية الأخرى ربما تظهر يعني بعض المواقف الأخرى وأعتقد أنها ربما تأتي فيه سياق يعني إدارة معركة غزي الحديث اليوم عن إدارة عن الدولة الفلسطينية وعن يعني عودة السلطة أنا برأيي كل ذلك جاءت دمي الرزمة استراتيجية ربما لتسهيل على إسرائيل لإدارة معركة غزي مع أن الحديث يعني السياسي والمفاوضات هذا حديث مطول يحتاج إلى جلسات طبعا الكل يدرك أن نتنياهو لن يكون له مقعد في نهاية هذه يعني لن يكون له مقعد سياسي وسيغادر المشهد السياسي الإسرائيلي وكذلك إدارة بايدن نحن أيضا لا ندرك يعني هل إدارة بايدن سيتم التجديد لها في العام القادم أعتقد أن الخطوات السياسية هي خطوات بطيئة فيما يتعلق يعني بإدارة ملف كطاع غزي وإدارة ملف الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بشكل عام لذلك يعني الكل ينتظر لكن أنا برأيي الأهمية الحالية هي يعني وقف العدوان ووصول المساعدات الإنسانية إلى الناس لأن المبادرات كثرت من الأوروبيين من الأمريكان من الإسرائيليين وحتى من جهات أخرى لذلك من هذه المبادرات والسيناريوهات ما هو الأقرب لوقف إطلاق النار حاليا دكتور من وجهة نظرك؟ نعم أنا برأيي بتعرف ظهر عنا يعني مقاربتين برضو رئيسيتين المقاربة الإسرائيلية التي تفضل الهدنات الإنسانية التكتيكية بمعنى إسرائيل تفضل أن تذهب إلى يومين أو ثلاث مقابل إطلاق صراحة بعض الأسرى الإسرائيليين بما فيه النساء والمجندات ثم العودة مرة أخرى إلى الحرب ومقاربة حركة حماس ومقاربة المقاومة التي بدأت تفضل يعني الهدن الاستراتيجي بمعنى وقف كامل لإطلاق النار أعتقد أن المقاومة ربما تكون بوضعية جاهزة لقبول الذهاب بهدن إنسانية يعني تكتيكية على اعتبار أن الوضع الإنساني يعني مأزوم ومتأزم جدا وعلى اعتبار أن يعني الناس يعانون لذلك أعتقد أن الوسطاء المصريين والقطريين سيدعمونا ربما باتجاه هدن إنسانية تكتيكية لعدة أيام على أمل أن يتم تجديدها والذهاب يعني الذهاب باتجاه هدن إنساني أكثر مستدامة يعني في هذه الأرض فيما يتعلق بالخلاف البارز على ما يبدو والذي يظهر جليا ما بين إسرائيل والأمم المتحدة خاصة بعد طرح جوتيرش أو تفعيل المادة 99 المتعلقة بالنظر من قبل مجلس الأمن لمنع كارثة فيما يتعلق بغزة إسرائيل تهاجم جوتيرش كثيرا هل ربما بدنا نقلق أي دوليا على مصير جوتيرش من بعد هذه التصريحات شديدة اللهجة من إسرائيل يعني أنا برأيي هذا جزء من الدبلوماسي الهجومي الإسرائيلي ما زال جوتيرش يتمتع بدعم أغلب أعضاء الأوروبيين أعضاء الاتحاد الأوروبي وبدعم واضح أيضا من تقريبا الكثير من الدول في آسيا وإفريكا وأمريكا اللاتينية أنا برأيي المرحلة هاي ربما التوجه الإسرائيلي ليس لاستبداله وإماما لوضع الضغط النفسي وضع نفسي كبير عليه من أجل أن يغير ربما تصريحاته المستقبلية فيه لك شعور إسرائيلي أنه مؤيد للفلسطينيين وبالتالي يتم إلساق التهم وإلساق الإشاعات به وبشخصياته طبعا يجب أنه قام بزيارة رفح من الجانب المصري وقام بتصريحات كثيرة هناك إسرائيل لا تحتمل أن يكون هناك أي صوت معارض في هذه المنظمة الدولية لأنه يعتقد أن هذا جزء من نزع الشرعية عليها وهي تعتقد أنه قديرش يؤثر على مواقف العديد من الدول بما فيها الدول الأوروبية وفي آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريكا لذلك تتحرك ربما لتكتيم هذا الصوت أو لتكميم هذا الصوت وربما إعطاءه مساحة ضيقة في تصريحاته المستقبلية لدينا دقيقة مع حضرتك دكتور أود أن أسألك هناك على ما يبدو تصريحات عديدة بدأت تخرج من المسؤولين المصريين ضد التهجير القصري والآخره خاصة مع أن النازحين بدأوا يصلون إلى قرب الجانب المصري من الحدود برأيك ما الذي يمكن فعله دوليا ضمانات بعيدا عن التصريحات لوقف هذه العملية يعني أنا برأيي ما زالت الضمانات غير واضحة وغير كفيلة بوقف فعلا بوقف هذه المتزرة الإسرائيلية طبق الخطوات الأهم في هذا الشيء هي الخطوات المصرية والصمود الفلسطيني فيه هناك تصريحات من كل جانب بعدم تهجير الفلسطينيين عبر الحدود إلى سيناء لكن أعتقد أنها تبقى في نطاق التصريحات لابد من وصول المساعدات الإنسانية أعتقد مصر تستطيع أن تفتح معبر رفح وأن توجد الجيش على الحدود بشكل واضح وأن توصل رسالة لإسرائيل ولولات المتحدة الأمريكية أن مصر تعتبر التهجير كما قالت الأردن هي قضية حرب وقضية مساس بسيادتها في سيناء كل الشكر الكبير لحضرتك كنت معنا من جنين الدكتور أيما نيوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية طلق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش شددا فيه على أهمية بدل مزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفي الاتصال عبر وزير الخارجية السعودي للأمين العام للأمم المتحدة عن دعم المملكة البالغ للخطوة المبررة والهامة التي اتخذها جوتيرش بتفعيل المادة 99 من مثاق الأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد القطاع وينظر بوقوع كارثة إنسانية نقلت شفكة CNN عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قوله إن إسرائيل تتخذ قطوات مهمة لتوفير حماية أفضل للمدنيين في جنوب غزة لافتا إلا أنه أخبر الحكومة الإسرائيلية بوضوح وجود عدم تكرار ما حدث بشمال القطاع في الجنوب وذلك من حيث الإضرار بالمدنيين وأضاف بلينكين أن حماس اختارت إنهاء عملية إطلاق صراح الأسرة وعليها أن تختار إطلاقها مجددا مؤكدا أن إدارة بايدن تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية يوميا وحتى كل ساعة في بعض الأحيان لاستئناف مفاوضات إعادة المحتجزين أكد مدير المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن بلاده تبحث مع شركائها وحلفائها بالمنطقة فكرة نشر قوات أمن دولية في قطاع غزة لكن ميلر عاد وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث بشكل قاطع عن أي قرار في هذا الصدد ميلر قال في تصريحاته أن بلاده تعارض احتلال قطاع غزة وذلك بالرغم من تأكيده على ضرورة عدم خروج إسرائيل من القطاع قبل تحقيق ما وصفه بالأمن الكامل هناك أعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين أن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي كوهين أضاف في منشور على منصة إكسانا مطالبة جوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ودعوته لوقف النار في غزة أضاف أنه ما يشكل ندعما لحركة حماس على حد قوله هذا وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة قلعاد إردان إن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف النار في غزة هي دعوة للإبقاء على حكم حماس بالقطاع وأن مطالبة جوتيريش لمجلس الأمن بالتعامل مع عزمة غزة باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين هو دليل على تحمله ضد إسرائيل وحذر مندوب إسرائيل من أن مواقف جوتيريش التي وصفها بالمشوهة لا تؤدي إلا لإطالة أمد القتال في غزة على حد قوله تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي أف جلانت بإعادة حزب الله إلى موارأ نهر الليطاني إما بالوسائل السياسية أو العسكرية جلانت شدد في تصريحاته على أن إسرائيل لن تعيد السكان إلى منازلهم إلا بعد إخراج حزب الله إلى الشمال الليطاني وفقا للقرار 17-01 من مشيرا إلى وجود خيارين لإعادة السكان إلى منازلهم إما بالتسوية السياسية من خلال أمريكا أو فرنسا أو أي كيان أوروبي آخر أو من خلال الخيار الثاني الذي رجحه وقال أنت هو إبعاد حزب الله بالوسائل العسكرية يدخل بيار أستاذ اللغة العربية إلى صف خلى من طلابه فتلامذة مدرسة سيدة لبنان فرميش عادوا إلى زمن التعلم عن بعض تعليم لم يفرضه الحجر هذه المرة بل النزوح الجماعي للأهالي مع استمرار القصف إضافة للصعوبات الفنية التقنية المتعلقة بالإنترنت والكهرباء والاتصالات هناك صعوبة مهمة جداً هي صعوبة نفسية يعني أنا قبل الساعة كنت عم باطي صف وكان فيه أصف قوي وقريب يعني أنت تصوري أنه التلميذ قاعد بالضايع هون عم بيستقبئ عم بيهو بتوصل معي وعم يسمع هذا الأصف كيف بدأت تكون نفسيته يعني عايشين التلميذ بنفسية مضطربة نزح جابي مع أطفاله إلى منزل أقرباء له في بيروت يضطر الأبناء إلى استخدام الهاتف بدلاً من الكمبيوتر لإتمام حصصهم وهو حال عدد كبير من التلامذة غير المهيئين للتعلم عن بعض تركنا بيتنا لأنه كنا نشوف كنا نسمع أصف كتير ونشوف الدخنة وما ملنا حارب أوكي وبتزق كيف الأونلاين؟ الأونلاين يعني منرجع المدرسة أحسن الأونلاين إذا نقطعت الكهرباء راح الأنترنت راح تسورة ما فينا نصر مع المعلمة هذه واحدة من المدارس الخاصة التي اتخذت قرار التعليم عن بعض خلال الأسبوع الأول من الحرب فخيار الصفوف الإفتراضية يبقى الأفضل رغم الصعوبات التقنية أكتر شي أنا بحزن بوقات الأعياد أنه كل المدارس ماشية باللبنان طبيعي وعم يحتفلوا بينما تلميذنا ما عم بحسوا بها الفرحة اللي كانوا يحسوا فيها بالمدرسة أنا بحب أنه يكون في مسعى على صعيد عالي أنه تتحيد المنطقة هون عن الحرب اللي داري بغزة لحتى تلميذنا يرجعوا بشكل طبيعي على مدرستهم ويحسوا حالهم مثلهم مثل بقية اللبنانية اللي عايشين بغير مناطق قد لا تكون الحرب شاملة في لبنان لكنها تبدو حقيقية لدى أبناء القرى الحدودية الذين اضطروا إلى مغادرتها ليعيشوا حياة افتراضية بانتظار عودة السلام غنو يتيم الحدث رمش المزيد من الأخبار دائما على الحدث دوت نت هذه تحية إلى اللقاء